تتوالى الاجتماعات والبيانات الدعية لحل الأزمة اليمنية بشتى سوري والوسائل لكن لا أحد يستجيب ولا خطوات حقيقية على الأرض من شأنها أن تغير خارطة الصراع أو تعيد السلام المفقود الجديد اجتماع الرابع للجنة الرباعية المكونة من وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات هذه المرة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان هناك إجماع على رفض كل الخطوات والإجراءات التي قام بها الانقلابيون في صنعار الرباعية قالت إنها تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء العنف لكنها لم تحدد السبول الكفيلة بذلك خصوصا مع انعدام أدوات الضغط والتواصل مع ميليشيا الحوثي وصالح الرئاسة اليمنية كانت حاضرة بالقرب من اجتماعات رباعية تخوض صراعا من شكل آخر يتمثل في محاولة إقناع العالم والدول المانحة والصناديق النقدية بضرورة دعم إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في قرار نقل البنك المركزي ومالية الدولة من صنعاء إلى عدن وهو القرار الذي ظل لفترة طويلة محل رفض من كافة الأطراف الدولية الحكومة اليمنية سجلت استجابة سريعة حين أعلنت ترحيبها بالبيان الصادر عن الرباعية الدولية والذي استند إلى مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2116 وجددت الحكومة في بيان صادر عن الخارجية اتهامها لميليشيا الحوث والمخلوع صالح بأنها تضرب عرض الحائط بكل مساعي السلام التي يقودها المبعوث الأممي داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الإنقلابيين بإنهاء الحصار عن مدينة تعز الأمم المتحدة الحاضر الغائب دوما لا تمر مناسبة إلا وتذكر بضرورة العودة للمسار التفاوضي دون أن تمتلك أدوات إعادة الأطراف اليمنية إليه أو القدرة على إقناع القوى الدولية والإقليمية على ضرورة دعم جهود إعادة السلام أمين عام الأمم المتحدة بن كيمون جدد دعوته لدعم جهود إحلال السلام وتجنيب المدنيين مخاطر الصراع مدين تكرار سقوط الضحايا المدنيين جراء غارات التحالف وذلك أقصى ما يمكن أن يقدم في الأزمة اليمنية تبقى المشكلة اليمنية قائمة بكل تداعياتها الإنسانية والسياسية بعيدا عن إمكانية الوصول لمنفذ للضوء وما زال هناك الكثير من الوقت ليتم هدره من قبل كافة الأطراف لاستنفاذ سبل التوصل لحل يعيد لليمنيين جزءا من حياتهم المفقودة